بهدف السيطرة على فيروس كورونا باشرت الفرق الطبية في محافظة الديوانية بأخذ المسحات للطلبة بعد تفشيه بين التلاميذ والكوادر التعليمية في حين عبر أولياء الأمور عن مخاوفهم إذا ارتفاع أعداد الإصابات في بعض المدارس بعد قرار تربية محافظة الديوانية بإغلاق عدد من المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا بين الطلبة والكوادر التعليمية باشرت الفرق الطبية بتكثيف جهودها بأخذ المسحات للطلبة بغية الحفاظ والسيطرة على الفيروس من الانتشار وتزايد حالات الإصابة قامت كوادرنا الصحية بالإشراف في أخذ المسحات على بعض المدارس بعد إعلان مدينة تربية بإغلاق بعض المدارس هذا ما يؤثر على سير العملية التربوية في بلدنا الحبيب فقامت كوادرنا الصحية بجهود مكثفة بأخذ المسحات على المدارس بشكل تام والكوادر التدريسية للحفاظ على طلبتنا الأعزاء والمسيرة التربوية في العرب عدد من أولياء أمور الطلبة أبدأ تخوفهم أزاء إصابة عدد من التلاميذ بفيروس كورونا مطالبين الجهات المختصة بتكثيف جهودها والالتزام التام بتعليمات خلية الأزمة أنا كأم للتلاميذ أول بالبداية صار عندنا تخوف صحيح لكن الآن شوية تعودنا على النظام بالمدارس طلاء التلاميذ اللي يرحوا للمدرسة وكفوف وكمامات ومعاقمات المدارسة ما أكو مدارس متعاونة ويالتلاميذ من الكمامات من التعقيمات من الكفوف التنسيق حقيقة غير كافي نحن بمواجهة جائحة خطرة جدا العالم بأسره مغلق تقريبا اللقاحات تأخرت عن العراق ومن المؤمل أن لا تصل إلا منتصف العام القادم كل هذا يستدعي إجراءات استثنائية وخصوصا نظام عالمنا أنه المشآت التعليمية والتربوية في الديوانية وفي كل العراق غير كافية هذا وكانت مديرية تربية الديوانية قد أغلقت ثمان مدارس ابتدائية ومتوسطة في عموم المحافظة بعد تسجيل إصابات بين طلبتها ليبقى الأمر أمام الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الصحية للحد من انتشار الفيروس سعد الصباق قناة الرشيد الديوانية